مال دور اللي حبيته قوي قدمته? اسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين. ابو دحكة جنان. اه وخاصة ان برضو كان من الحاجات الصعبة انه دور مش كوميدي. وحياته تراجدي جدا. الناس عارفين عنه الادوار اللي عملها. لكن هو حياته عاملة ازاي? ده يعمل. ده اللي خليك تتحمس وتختار اسماعيل ياسين? هو ما كانش اختيار قد ما هو لما تعرض عليها وفقت. لان كان في زمان ها? وزمان زمان يعني. اه كنت بحب الاراية جدا. وكنت بقرأ في الفن وبقرأ في المسرح وبقرأ. كان في كتب بتحكي قصص حياة الفنانين. منهم بقى يوسف بيك وهبي ونجيب الرحاني واسماعيل ياسين وجوش عبيض. اه. فده كان كل حد ليه كتاب كده. كان عندي بالصدفة ان الكتب دي انا محتفظ بيها الى الان. منهم الكتاب كمان بتاع اسماعيل ياسين. وقصة حياته كان هو نفسه مسلها في الازاعة. اه. في صوت العرب سنة ستة وخمسين. بصوته قدرت احصل على المسلسل كامل. فبقيت الحكاية نفسها يعني حاجة. موسوقة منه هو. موسوقة. يعني حد يجي يقول اه يا جماعة معقول اسماعيل ياسين كده ايه معقول ده هو اللي قال. يعني ده قصة حياته بنفسه يعني. فده من الحاجات اللي انا كنت حبيبها قوي. وكان صعبان عليها قوي. وقصة حياته شبهنا قوي. فيمكن برضو اخر حلقة لقيت اه اكتر من حد من الفنانين اللي كلموني ومضطربين. اه كل واحد كان متابع وحاسس نفسه في الحكاية يعني. هو فعلا اسماعيل ياسين من الشخصيات اللي اثرت كتير. والمسرح بتاعه اللي في اسكندرية اه حيتطور وحيتزبط. وللاسف اه اتهدت كل المسارح يعني بما فيها مصرح اسماعيل ياسين بقى برج ولا بتاع. اه مسارح كتيرة كانت هناك موجودة في اسكندرية كنا بنعرض. المسارح. اتناشر فرقة. فترة الصيف. اتناشر فرقة. عندنا موسم صيفي وموسم شتوي. موسم الصيفي يبدأ مع عبداية الاجازات بتاع الصيف. طبعا. والموسم الشتوي في القاهرة. اتناشر فرقة بتتنافس يوميا في مصرح اسكندرية. الجمهور بتاع اسكندرية بالليل نازل رايح المصرح. لو ملقاش المصرحية دي هيلاقي دي. لو ملقاش دي هيلاقي دي. وكل الناس شغالين وكل المسارح مليانة. انا ما ببقاش مبسوط خالص ان باعرض لوحدي. بتمنى ان كل الفرق. طبعا. تبقى في عشرين فرقة. تلاتين فرق. احنا بقى يعدنا الميت مليون. يعني ايه عندنا فرقتين. يعني ايه.